هل البركة شيء فطري أم مكتسب؟ لا طبعاً البركة مكتسب ما فيه إنسان يولد من بطن أمة يعني مولود معه البركة إلا لو كانوا أنبياء طبعاً وهذا شيء ثاني يعني ولذلك البركة شيء مكتسب مثل لما قلنا القرآن يجلب البركة ذكر الله يجلب البركة الدعاء يجلب البركة التقوى والإيمان يجلب البركة التوكل على الله عز وجل يجلب البركة يعني الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه طيب شن يعني حسبه حسبه يعني الله عز وجل يبارك له ولذلك دينارك ما يكون دينار الدينار يكون عشرة وانا قالت قال لي واحد من التجار يقول انا اشتغلت بالربا اعطي قروض واشتغل يقول انا كنت املك الملايين بس يقول والله ما حسيت بقيمتها ويدخل في ازمة اقتصادية يخسر كل الملايين هذا رجل انا اعرفه وهو حدثني بهذه القصة يقول فاتخذ قرار بعد ما تبت الى الله من الربا اني اذا ببدأ تجارتي من جديد ابدأ بالحلال هو يشغال بالاسهم واني لا اتاجر بالاسهم للشركات الرباوية وفعلا يقول لي بعدها وبدأت من الصفر مرة ثانية مع ان ربحي قليل لاني ما اشتغل الى بالحلال بس يقول انا مرتاح ومكفي وموفي واشعر بالغنى داخل نفسي فاذا هذا بركة الحلال ولذلك بركة الحلال يشعر فيه الانسان ويفهم الانسان ما معنى البركة اشتركوا في القناة